جارات صيونية متواصلة على غزة تدخل أسبوعها الثالث بالتزامن مع حدثين أحدهما على معبر رفح حيث دخول عشرين شاحنة تحمل بعض الأدويات والمستلزمات الطبية وبعض المواد الغذائية في خطوة تأخرت كثيرا ثم جاءت شكلية وغير كافية وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني فإن هذا العدد من الشاحنات لا يمثل سوى قطرة في بحر الاحتياجات الضرورية لسكان غزة وأنها جاءت مفتقرة إلى إمدادات الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء وسيارات الإسعاف وضمان استمرار مستشفيات غزة في تقديم الخدمات الطبية أما الحدث الآخر فهو انعقاد مؤتمر دولي في مصر لبحث سبل إيقاف الحرب في غزة مؤتمر ردت عليه قوات الاحتلال بمزيد من الغارات التي تهدم بيوت غزة على رؤوس ساكنيها من دون تمييز بين رجال أو نساء أو أطفال ولم يزد المشاركون في مؤتمر القاهرة للسلام القضية سوى بعض الكلمات التي لا تختلف كثيرا عن تصريحاتهم في الأيام الماضية من العدوان من دون أي تأثير حقيقي في مجرية الحرب على الأرض فالقاتل يواصل جرائمه تحت مظلة دعم غربي يصل إلى المشاركة في جريمة قتل أطفال فلسطين ونسائها والناس في غزة يواصلون ثباتهم في وجه العدوان مستمسكين بأرضهم وفي حين يعجز النظام الرسمي العربي عن تلبية تطلعات شعوب المنطقة بدعم المقاومة في غزة واستخدام ما بيده من أوراق الضغط على العالم الغربي لإيقاف العدوان يسعى المشاركون في المؤتمر ولسيما العرب منهم إلى رفع الحرج عن أنفسهم فهم من جهة لا يريدون أو ربما لا يقدرون على إثارة غضب الولايات المتحدة ومن جهة أخرى يسعون إلى إظهار دعمهم الفلسطينيين لتهدئة غضب الشارع في الداخل الأمر الذي يحول المؤتمر بحسب محللين إلى مهرجان خطبي كان الأولى به أن يعقد في زمان ومكان آخر بل وبمشاركين آخرين